ثم شيء الثاني موضوع العائلة في هجوم شرس ويعني العدو عم بواجه العيلة بكل أنواع الهجومات فمثلا في موضوع تربية الأولاد في قوانين بسفر الأمثال اللي بتعلم كيف الشخص يربي الولد اليوم الحكومة عم بتسن قوانين ضد ما هو تعليم للكتاب المقدس شيء ثاني يعني في قوانين اللي المسيحية بترفضها رفض كامل يعني قوانين اللي هي تعبير عن إيماني كأسرة أنا أؤمن أنه بحسب كلمة الله من الأساس أنه الله خلق رجل وإمرأة يعني رجل واحد إمرأة واحد ويكون الاثنان جسدا واحدا وما جمعه الله لا يفرقه إنسان بس اليوم القوانين عن تشرع قانونيا تشرع قانونيا على فكرة احنا منحب كل الناس احنا مش بنتكلم ضد الإنسان كإنسان أو ضد الشخص كشخص لكن أنا بتكلم من وجهة نظر كتابي ومن وجهة نظر مسيحي ومثلا اليوم شيء طبيعي أنه بعلموا أولادنا أنه العائلة ممكن تتكون من رجل يتزوج برجل أو إمرأة تتزوج بإمرأة وكثير من دول الغرب حتى أنه الطفل يحق له أن يختار الجنس بتاعه يعني مثلا إذا هو ولد بقول لك أنا مش عاوزة تكون ولد أنا عاوزة تكون بنت ففي قوانين بتسمح في هذا الأمر وأنه يعبر عن رأيه يعبر عن حريته علما أنه هذه القوانين في دولنا في الشرق الأوسط ممكن عقابه الموت وطبعا يعني كمان المسيحية ضد أي زواج آخر من أي نوع آخر فالمسيحية ترفض رفضا باتا زواج القاصرات وترفض رفضا باتا الزواج من أكتر من إمرأة هذا هو هجوم وإهانة واستهزاء بقانون الله وطبعا بشكل عام ترفض الطلاق ولكن للأسف إحنا عايشين في مجتمع مثل ما قال المسيح أنه موسى سمح لسبب أو بسبب قساوة قلوبكم فكل حالة تعامل بالنعمة بحسب حالتها الخاصة فاليوم بالذات في موضوع الانتخابات المؤمن المسيحي بينتخب بناء على أساس إيمانه بالله يعبر عن هويته وعن جنسيته وعن مواطنته كجنسية سموية وتمسكه بالله ورفضه لأي شيء مناقض أو رافض لالله ومن طبعا من قلب يعني يقين أنه مهم جدا للتلاسق وتلاحم الأسرة أنه نصير بالمبادئ الكتابية كما علمنا إياها الرب موسيقى